أعلن المتحدث العسكرية أن قوات الدفاع الشعبي والعسكري قد نفذت عددا من الأنشطة والفعليات خلال شهر يونيو الماضي حيث نظمت تلك القوات مشروع التدريب العملي المشترك لإدارة الأزمات والكوارث بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية لمحافظتي جنوب سيناء وقفر الشيخ ويأتي ذلك في إطار حرص القيادة العاملة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني والمشاركة في رفع معدلات الأداء للأجهزة التنفيذية بجميع محافظات الجمهورية هذا وقت ضمن التدريب عرض تقارير مدير الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظات للوقوف على مدى جاهزيتها واستعداداتها لمواجهة المواقف الطارئة